اتحدثنا عن اهم المبررات اللي ساقتها الحركة الصهيونية لتبرير احتلالها ارض فلسطين وقلنا المبرر الاول اللي ساقته الحركة الصهيونية انه لهم حق ديني بفلسطين مزبوط وناقشنا هذا الادعاء وردينا عليه وبعدين اجت الحركة الصهيونية وقالت انه لهم حق تاريخي بفلسطين وايضا ناقشنا هذا الادعاء وبعدين قالوا انه لهم حق اخلاقي بفلسطين او مبرر اخلاقي وايضا ناقشنا هذا الموضوع ووقفنا هون مزبوط او مزبوط صهيونية بعد قيام اسرائيل ودولة اسرائيل اجوا واختلقوا مجموعة اخرى من الاساطير لضمان استمرار الدعم الغربي لهذه الدولة من هذه الامور اللي اختلقتها دولة اسرائيل انه اسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة وانه اسرائيل تشترك مع الغرب في قيمه وثقافته وانه اسرائيل هي جزء من المجتمع المتمدن وانها دولة صغيرة ضعيفة مهددة بشكل دائم طبعا تم تناسي انه دولة اسرائيل هي مصدر التهديد الدائم لدول المنطقة وهي تتفرد بالتفوق العسكري وهي الدولة الوحيدة في المنطقة اللي تمتلك السلاح النووي وهي من يحتل الارض العربية وهي من لا يحترم قرارات الشرعية الدولية ايضا الكل بيعلم عنصرية اسرائيل وعدم ديمقراطيتها اسرائيل دائما وحلفائها باستخدمه تهمة اللاسامية ضد اي انسان او اي شخص في العالم ينتقد سياسات اسرائيل وممارساتها حتى انه اليوم في العالم ما حدا بيجرؤ انه ينتقد اسرائيل شوفوا العالم اليوم ما حدا قادر يقول لاسرائيل انه قتل الاطفال والناس الابرياء هو عمل ارهابي ولا صوت في العالم اسرائيل بتدعي انها هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم ديمقراطيتها بس على اليهود وبين اليهود واسألوا اي فلسطيني بعيش داخل دولة الاحتلال داخل الخط الاخضر بس دكتور بسبب المشاكل الحالية الداخلية الموجودة اكثر من ثانية يعني الديمقراطية هي اللي موجودة في اسرائيل حتى داخليا تقريبا راف حتى مع اليهود حاليا الاصلاح القضائي من الضرف واللي بيعتبروا مثل نياه وحسبه بيعتبروا اصلاح قضائي اما المعارضة في الكناسة هم بيعتبروا ثورة السورية تمام وحتى في تصنيفهم بيعتبروا المواطن العربي يعني مواطن من الدرجة مش عارف يعني ثالثة رابعة او انهم اقلية بالضبط حدف العالم يا فاطمة بعرف كم اسرائيل تمتلك من السلاح النووي يعني اسرائيل اسرائيل قايم الدنيا ومش يعني مش مهدي العالم على البرنامج النووي الايران طبعا ايران حتى الان لم تمتلك القنبلة النووي حتى اللحن هي في مرحلة ممكن اذا استمرت فيها ممكن ان تمتلك قنبلة نووية بتعرفوا انه قبل حوالي مش عارف بالثمانينات كان فيه كشف لبعض الاسرار النووية في عالم نووي اسرائيلي او اعتقد انه هرب على امريكيا وكشف بعض الاسرار انه اسرائيل تمتلك اكثر من 250 رأس نووي في حين لا يسمح للعالم العربي انه يمتلك اي برنامج نووي حتى لو كان لاغراض طبية ايش يا حمزة اعطيك العافة اول حاجة بس نعمل مداخل على الموضوع دولة اسرائيل بشكل عام ترفض البت يعني التأكيد او النفي انه عندها مفخين كل بينك وسين كبار سلاح نووي او رؤوس نووية لو تتابع مثلا او اذا تابعت مثلا حاضرين وثائقيات مثلا عن كيف كانت اسرائيل تستورد سلاح من الدول الاوروبي مثل فرنسا و الى اخر و كيف كانوا شوي شوي قاعدين بمهدوا البرنامج النووي تبعهم كيف لما عرفوا وقفوا عنهم ولا اخر من الاحداث ففي وثائقيات بتحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل الممكن شوف حمزة يعني البرنامج النووي الايراني الاسرائيلي او الترسان النووي الاسرائيلية انجاز التعبير هي حتى الان في دائرة السرية التامة ولا تسمح اسرائيل لأي هيئة في العالم انه تكشف او تطلع او تعمل اجراءات من شأنها انه يكشف مدى او حجم الترسان النووي اللي موجودة في دولة اسرائيل في حين انه الدول العربية سواء العراق لما اجوا وعملوا برنامج او مفاعل نووي تم قصفه في البدايات سوريا في الاساسات حتى الدول العربية لا يسمح لها انها تمتلك اسلحة تقليدية غير طبيعية يعني بعض الصواريخ او بعض الطائرات ممنوع على الدول العربية تمتلكها بدهم العرب يعني حتى الاردن قبل فترة سمعت انهم قدمين انهم يعملوا مشروع نووي اراء اسف مشروع نووي طبي مرفوض ما بدهم العرب انه قدراتهم العسكرية او القتالية للجيوش العربية انها تشكل اي تهديد في المستقبل لدولة اسرائيل طيب دكتور يعني لازم حتى الاسلحة حتى الاسلحة اللي يزود فيها الجيوش العربية حتى الاسلحة اللي تزود فيها الجيوش العربية بتكون اسمه تصنيفها يعني عثى عليها الزمن اكس بير ديت حتى الاسلحة حتى الطائرات على كل حال ايضا عند الغرب انك توصف اسرائيل انها بتمارس الارهاب هذا اشي محرم جريمة كبرى مهما مارست اسرائيل من مجازر ايضا اللاسامية اللي هي معادات اليهود وظفتها الحركة الصهيونية من اجل خدمة المشروع الصهيوني والجماعات اليهودية واللوب اليهودي تسعى دائما الى تحقيق مجموعة من الاهداف من وراء توظيف تهمة اللاسامية يعني اي انسان ينتقد سياسات دولة الاحتلال خلص بصير هذا لاسامي معادن لليهود ومعادن لليهود لمجرد انتمائهم لهذا العرق من البشر من ضمن هذه الوظائف اللي هو الحصول على الدعم المالي والعسكري المتواصل وانتو اليوم بتشوفوا بتسمعوا قديش هذا الدعم المالي والعسكري من دول الغرب لدولة اسرائيل ايضا منع قيام تحول شعبي غربي معادن لإسرائيل وضمان السيطرة على السياسات الغربية تجاه الشرق الاوسط وإبقاء الغرب دائما يشعر بالذنب تجاه دولة الاحتلال اضافة الى ذلك اللي هو ضمان استمرار تمتع اليهود بالغرب بوضع خاص ومميز طيب نجي لموضوع فلسطين عبر اهم العصور وخاص فلسطين في ظل الحكم العربي الاسلام طبعا كلنا منعرف ودرسته بالمدارس ان ظهور الاسلام شكل تحول ثقافي وحضاري للمنطقة والعالم والقبائل العربية اللي كانت دائما متصارعة توحدت والجيوش العربية الاسلامية تمكنت من هزيمة اهم حضارتين في تلك الفترة والمسلمين طبعا خاضوا معارك هامة لفتح بلاد الشام وفلسطين وكان من اهم هذه المعارك اللي هي معركة اجنادين اللي وقعت قرب الخليل انتبهوا له هاي سنت ستمية واربعة وثلاثين ميلادي وايضا معركة اليارموك اللي وقعت ستمية وستة وثلاثين ميلادي حتى تمكن المسلمين من فتح مدينة القدس واللي فتحها خليفة المسلمين طبعا وهي المدينة الوحيدة اللي يعني يفتحها خليفة المسلمين بنفسه اللي هو الخليفة عمر ابن الخطاب وفتحت دون قتال عام ستمية وستة وثلاثين ميلادي ايش يا ايا تفضل هنا دكتور بس بدي اعلق على اللا سامية اللي انت حكيت عنها انه هما بيحكوا هاي الحجة على العرب انه العرب هما بعادوا السامية طب ما العرب اصلا في لهم اصول سامية يعني نفس الاشي احنا كيف نعادي الاصول طبعتنا ثم يا ايا صارو يعني هاي التهمة يوجهوها لاي انسان في العالم ينتقد سياسات اسرائيل يعني بدون يخلوا دائما العالم عنده رهبة من انه ينتقد او يحتج على سياسات وممارسات دولة الاحتلال وهاي تهمة جاهزة انه اي انسان بانتقد دولة اسرائيل هو اصبح معادل للسامية اه طيب مين بيحكي لي الموكب اللي اجا فيه عمر من خطاب يفتح مدية القدس تخيلوا اليوم نقول زعيم عربي تعال بده تسلم القدس بده تفتح القدس وكان راكب على خير يا سوح دكتور على جمله خادمة على اختلفته جمل ولا خيل طيب عمر بن خطاب تعرف انه هو السمية بالفاروق لما اجا يستلم مدينة القدس طبعا الموكب اللي اجا فيه فقط هو لحاله ومعه خلين نسميه مرافقه خادمه زي ما بدكم والداب اللي بركبها وكانوا معهم جمل وخيل مفيش مشكلة يعني كانوا يتبادلوا عالطريق انه مرة هو مرة كان عمر بن خطاب مرة يركب والخادم او المرافق يتركوها يتركوها ترتاح اه ترتاح في الاخر في الاخر دخلها مشكلة لما وصل عمر بن خطاب مدينة القدس كان دور الخادم هو يركب وعمر بن خطاب هو يقود النقل لدرجة انه كل اللي طلعوا يستقبلوا عمر بن خطاب حكام وقادة الصليبيين ما اميزوا مين الخليفة مين الخليفة اللي جايين هو الخادم ولا عمر بن خطاب مشان تعرفوا مرات العزة والكرامة مش بالمظاهر ولا بالسيارات الفخمة ولا بالعروض العسكرية الوهمية عمر بن خطاب اول شيء امله بعد وصوله مدينة القدس وفتحه لمدينة القدس كان اللي هو العهدة العمرية العهدة العمرية باختصار فيها شغلتين الاولى العهدة العمرية نظمت العلاقات بين المسلمين والصليبيين والقضية الثانية العهدة مش موجودة في الكتاب موضوع العهدة العمرية بس ما حبيت بس ما حبيت امره عنها بدون احكي لكم عنها العهدة العمرية حرمت مدينة القدس على اليوم هذول البندين المهمات في العهد العمرية الاول نظمت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مدينة القدس والقضية الثانية انه العهدة العمرية حرمت مدينة القدس على اليوم طيب اخر مدينة تم فتحها في فلسطين هي مدينة قيساريا وكل منعرف انه كان هناك عدة حقائق ومسلمات تاريخية متعلقة بفلسطين والفتوحات الاسلامية زي مثلا انه الفتوحات الاسلامية امتازت بالحرص على حقن الدماء وكان الخليفة دائما يوصل جيوش لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا صومعة اكيد اخذتها بالمدارس ايضا الفتوحات الاسلامية لبلاد الشام وفلسطين استندت الى وجود سابق لموجات من الهجرة العربية اللي نزحت من شبه جزيرة العرب وبذلك كانت اللغة العربية معروفة من تاريخ الفتح الاسلامي لفلسطين طبعت فلسطين بالطابع العرب الاسلامي حتى هذا اليوم طبعت فلسطين بالطابع العرب الاسلامي حتى هذا اليوم طبعا واليوم كل الشغل حتى يغيره هذا الطابع لفلسطين طابعها هويتها هذه الهوية هويتها العربية الاسلامية تخيل انتو يعني قبل عشر سنين مثلا كنت تخرج من مدينة نابلس بدك ترو على سلفيت على سبيل المثال تشعر حالك ماشي بأرض عربية هويتها عربية تتكلم اللغة العربية حجارتها عربية شوارحها عربية اليوم اذا بدك تخرج مثلا من نابلس وتروح على سنفيت مجرد ما طلعت من عند حوار او من حاجز حوار كل شيء بتغير عمالهم بيشتغلوا على الشارع على الحجر على الرصيف على اللافتة على الشاخصة على كل شيء حتى يشعروك انك انت عمالك مش في أرضك مش في وطنك كل شيء بيشتغلوا عليه تهويد الأرض هذا عندنا هون بس بتعرفوا في القدس في مدينة القدس بيشتغلوا على كل شيء على كل حجر في مدينة القدس حتى يغيروا هوية هذه الأرض وهذه المدينة حتى تشعر انها غريبة عنك وللأسف الشديد كل هذا اللي بيعملوه وإحنا مش بدركين عمالنا حجم الخطر اللي بيصير على الأرض والتهويد اللي بيصير على أرض فلسطين طيب تفضل يا يوسين معركة أجنادين وفطين بس ممكن مرات تيجي محل سؤال هناك أهمية كبيرة لفلسطين ومدينة القدس عند المسلمين فلسطين طبعا عند المسلمين هي أرض مقدسة مباركة أرض الإسراء والمعراج أرض الرباط فيها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين إيش يعني أولى القبلتين يعني المسلمين كانوا يتوجهوا كنا نصلي عليها ممتاز مش نصلي عليها نصلي باتجاهها ياس والقرآن ذكرها وأيضا الأحاديث النبوية تحدثت عن فلسطين وأيضا زي ما قلت لكم قبل شوي المدينة الوحيدة اللي تولى خليفة المسلمين بنفسه فتحها فإلها مكاني خاصة عند المسلمين وفلسطين والقدس بالتحديد مرتبطة ارتباطا عقائديا بعقيدة المسلمين في ارتباط عقائدي طيب ديجي إلى فلسطين في عهد الصليبي أو في العهد الصليبي أو الاحتلال الصليبي الحروب الصليبي طبعا معروفة لكم هي سلسلة من الحملات العسكرية الأوروبية في القرون الوسطى كانت على المشرق العربي وكانت توصف في أوروبا بأنها الحروب المقدسة والهدف المعلن إلها كان هو إنقاذ قبر النسيح من المسلمين الحروب الصليبية تكونت من ثمن حملات رئيسية امتدت لميتين عام تقريبا انتهت عام الف وميتين واحد وتسعين بخروج الصليبيين نهائيا من المنطقة طبعا الصليبيين تمكنوا من احتلال أجزاء من فلسطين واحتلوا مدينة القدس عام الف وتسعة وتسعين طبعا مراحل الحروب الصليبية يمكن تقسيمها على ثلاث مراحل أساسية الأولى اللي استولى فيها الصليبيين على مدينة القدس والمرحلة الثانية اللي انطلقت بردة الفعل الإسلامي المقاوم واللي امتدت من عماد الدين زينكي حتى صلاح الدين الأيوبي والثالثة وهي مرحلة المعارك الصغيرة واللي انتهت برحيل الصليبيين النهائيا ما هي أهم ما هي أهم دوافع الحروب الصليبية وهذا الموضوع مهم بدكم تنتبهون إيش يا تسنيم دكتور تحكيت إنه تم احتلال قدس عام عام 1999 لا مشو 1999 1999 1999 1999 أو على حكيت عيض الصليبيين بالكتاب مكتوب عيض الفاطريين مش بخلكم الكتاب سيبوكم منها أوكي تمام طبعا صراحة في كتير خرب بشي بالكتاب طبعا طبعا في ايش بدك يا جوليا مكتوب إنه الصليبيين يتمكنوا في الحرب الصليبية الأولى للألف وتسعة وتسعين بس هاي يمكن إشي ثاني إنه الفاطميين إنه بتبتكمل جوليا ايش بدك دكتور لو سماحت المراحل اللي حكيت عنهن مش موجودات في الكتاب مشكلة دكتور طبعا الامتحانات عشونا نكر هذا مش على الكتاب تعرفوا أنكم بتغلبوا صيريا يعني بكل بساطة الشغلات اللي بحكي لكم ركزوا عليها محل الأسئلة وبتقرؤوا الكتاب قراءة عادي بتجيبوا فل بتكون مش تركزوا على الشغلات اللي بحكي لكم عليها بلاش يعني مش هالقصة المعقدة اللي بين إيديكم يعني أنتوا طلاب جامعة طلاب جامعة يعني الأصل أنتوا واصلين مرحلة يعني علمية ممتازة المشكلة أنه في عندنا كتاب في شوية خربشة بنحاول نبسطه ولا خصلكم إياه أنتوا بطلبنكم أنا بشرح لكم ممكن نتوسع في بعض القضايا أحكي بعض الشغلات زي قبل شوية حكيت لكم عن الهدوة العمرية مشان أنت تثري معلوماتك لكن هاي مش موجودة في الكتاب مش مش غلط أن أحكي لك إياها مش غلط أنك تتعلم زيادة لكن في النهاية إحنا اللي مطلوب منا في الامتحانات فقط الكتاب مشان هيك أنا ما بعطيك تلخيص ليش لأنه الحكم شوف لو أنا بعطيك الامتحانات الحالي بعطيك بقولك روح ادرس تلخيصي وبس بس أنا هيك بضرك لأنه الامتحانات توضع من قبل لجنة فيها سين وصاد وعين ولام فيها توجهات وعقليات وكل واحد بيحب يحط يعني أسئلة معينة فبالتالي أنت هون بتوقع في مشكلة إذا ما درستش من الكتاب لأنه الحكم بيننا الكتاب يعني أي دكتور بيجيب سؤال خارجي ممكن نحذفه أو ممكن نحسبه للطلاب صح لأنه منقول إحنا يجب أن يكون موجود في الكتاب وشان هيك أنا بقول لكم تبعوا معي بالتلخيص وأدرسه من الكتاب بيجيبوا علامات كاملة طريقة سهلة وبسيطة والشغلة الثالثة اللي أنا بختصرها عليكم أي موضع لأي سؤال بحكي لكم عنه بحط تحتيه خط وبكتب عليه مهم بسيطة مش القصة معقدة يعني طيب نرجع قلنا إيش يعني اللي دفع الصليبيين شو الدوافع دوافع الحروب الصليبية طبعا قبل ما نحكي في الدوافع الدعوة لهذه الحروب الصليبية جاءت بقرار بابوي من البابا تعرفوا البابا وينها شو اسمها نسيت السمع جوسياني يمكن قصدك آه المسيحية بابا أوربياني الثاني إيش يعني أخذناه دكتور بالتاريخ اللي هو البابا دعاه مع أنهم يكون الحروب الفرنجية اللي هو بابا أوربياني الثاني بهدف تحرير قبر المسيح طيب الثاري الضابة اللي هو إذا يكون مسؤول عن التاريخ بيش رتبته أعلى من التاريخ يعني أعلى من الخوري أو الشيخ أعلى من الخوري آه يعني هو بيكون يعني كيف مثلا بارش أطلع عندكم مسؤول عن الشيخ أو بيشي بس هو بيكون زي رتبته أعلى لا إحنا في الشن محادة مسؤول عن الشيخ طيب ما في عندنا هذا الترتيب وهي ال أيضا تم استغلال العامل الديني ووعد المسيحيين من قبل البابوات والكنيسة بأنهم إذا قاتلوا المسلمين فسيطهروا أنفسهم من الذنوب أعتقد هذا بسموه سقوك الغفران أو شيء زي هيك قرأنا عنهم طبعا الدوافع تتعدى العامل الديني وكان هناك مجموعة من الدوافع الأخرى انتبهوا لها طبعا موضوع الدوافع أول شيء الدوافع عقائدية دينية اللي حكينا عنها وتمثلت في إنقاذ قبر المسيح وين موجود قبر المسيح؟ يا جوسيان بالقاتس تكتبع وين؟ بالقاتس بالقاتس وين بالقدس؟ كنيسة الإيامة و عندنا كمسلمين المسيحيين بعتقدوا أنه قبل السيد المسيح موجود في كنيسة القيامة بالقدس إحنا ركفة إلى السماع آه دكتور أنت عندكم إنه زي شبها به ومات صلب آه لا إحنا عندنا إنه هو انت صلب ومات وآمن الموت فإنه في اختلاف طيب سيدنا عيسة ممتش أصلاً طيب آية والله منتفقين إحنا وإياهم خلاص يعني طيب عاد كل واحد فيه عند عقيدة هم عندهم اعتقاد إنه قبره موجود في كنيسة القيامة بالقدس لا إنت سألت عن قبره عندنا آه إحنا عندنا لا مستعلم مختلفة معهم بالضبط مزقوط مش مختلفين يعني إحنا اعتقادنا كمسلمين إنه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم طيب إذن قلنا دوافع قيائدية دينية تمثلت في إنقاذ قبر المسيح ونجدة مسيحي الشرق وإعادة إنشاء مملكة مسيحية في المشرق الإسلامي هاي أول دوافع الثاني دوافع أمبريالية استعمارية هي عبارة عن أطماع للملوك والأمراء في إيجاد إمارات إلهم في المشرق ورغبة عند التجار بالربح وفتح بعق الأسواق التجارية الدافع الثالث اللي هو حل مشكلة التزايد والسكاني في أوروبا الغربية في زيادة سكانية في أوروبا آه في دكتور آه في قداش متوسط العائلة يا سلطان في أوروبا أوروبا والله ما بار ما عنديش فشرة دكتور يعني شو أقول لك العائلة الأوروبية قداش متوسطها يعني قداش بيخلفها يعني بجوز واحد اثنين ثلاث بس يعني بيخلفوش كثير ما بيخلفوش اشتركوا في القناة